المفتوح الأكبر في العالم أصبح هذا المكان مقبرة لمواطنين يجدون أنفسهم بين سنداني الحرب والحصار ومطرقة الحرمان علينا أن نؤدنا بطريقة قاطعة الدربات الإسرائيلية والهجمات الممنهجة البربرية ضد الفلسطينيين تحديداً الهجمات على المدارس والمباني السكنية وحتى المشافي كما حال المستشفى الأهلي المعمداني حيث ألاف من الجرح والمرضى والنساء والرجال قتلوا هذه الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية المدنية وحصار وقطع الماء والغذاء والوقود وكذلك التهجير القصري لسكاني من الأراضي المحتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر